انطلقت أعمال مجلس الجامعة العربية في دورته غير العادية على مستوى المندوبين الدائمين برياسة مندوب اليمن الدائم لدى الجامعة العربية السفير الرياضة العكبرية لبحث سياسة مواجهة جرائم الإبادة الجماعية والعدوان الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني إضافة إلى التوسع الاستعماري وعقد الاجتماع بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة بدعوة من دولة فلسطين وتأييد الدول العربية الأعضاء لبحث وإقرار التحرك العربي والدولي لوقف جريمة الإبادة الجماعية والعدوان الإسرائيلية وتوسعه الاستعمار الاستيطاني والإجراءة العقابية التي قرتها حكومة الاحتلال مؤخرا وفي كلمته جدد العكبري دعوة الجمهورية اليمنية لتكثيف الجهد العربية المشتركة من أجل قيامه لسلام الدول بواجباته القانونية والأخلاقية والإنسانية وإلزام إسرائيل بالإضعان للقانون الدولي لإنسانه ترجمة نانسي قنقر